سيد عمر يمكن نقطة مهمة جدا عايزة اخد رأيك فيها حضرتك وانت طبعا يعني ما شاء الله يعني لك من الخبرة والحينكة والصحافية انك انت يعني تفسر للكلام ده موضوع انس اسامة في بعض الناس لامت على ادارة نادي الزمالك اعارتهم لمحمود علاء وانا قلت الظروف كلها في الانترو بتاعت محمود علاء وقلت كل الكلام لكن اخد رأيك في ان موضوع انس اسامة ده مثلا قالت لك ازاي انا اسامة ما يجيش مع ادارة الانتحات ما تدناش وحنا نديه محمود علاء فهمني محمود علاء ده قرار فني مش قرار ادارة عشتبه عارفين بس انا قلت هذا الكلام لكن الادارة قلنا انها فن في نفس الوقت المسؤول غير الجمهور يا كابتن عمر فسر لي قصة دي انت بتقدر تفسر هاري القرار اللي بيطلع المسؤول غير القرار اللي بيطلع من من بعض الجماهير او من ان احنا كناس مشاهدين لكن انا بني ادار مسؤول مسؤول عن اكبر مؤسسة داخل مصر وخارجها طبعا مؤسسة رياضية يا كابتن طاري الموضوع ده موضوع مهم جدا جدا والكلام فيه مهم جدا فضل يعني المسؤول لازم يتخلى عن العواطف الجمهور دايما يا كابتن طاري او انا او حضرتك او المتفرج او البعيد عن الانطارة دايما عنده عاطفة انا بحب اللعب الفناني فعايز اتمسج به او انا متدق من نادي الاتحاد عشان مش عافف موضوع مين فمش عايز اتديله اه ده الكلام العطيفي الطبيعي اللي الجماهير لازم تتكلم فيه انا مش ضد ان الجمهور يقول كده اوه مفيش مشكلة بس كمان انا كادارة الوضع مختلف تماما تماما ايوه تماما الادارة وضعها مختلف الادارة لازم تتجرد عن العواطف الادارة لازم تتعامل باحترافية فالاحترافية كابتن طارق بتقول اني انا النهاردة لو اللاعب ده لازم يروح الحتة الفلانية لاني فيه استفادة مؤكد ليا ده العين الادارة اللي انا مقدرش هقولها للجمهور انا كادارة مقدرش هقولك ان انا هود بكابتن طارق الحتة الفلانية ليه لاني فيه اسباب عندي بس انا مش كيف مهنفعش هيحلينها صح مش كل حاجة يا جماعة تتقال على الترابيزة للجماهير النجحة اللي بتعمل لمصلحة النادي لابد انها تعمل كده فده بالزبط اللي حصل ان الادارة يا جماعة بتفكر بشكل مختلف عنك صح ليه يا جمهور انت متخيل ان الادارة تتعامل معاملة الجمهور مش ممكن مش ممكن وإلا الادارة مش هتنجح هو يقدر ويحترم الجمهور يقدر ده مالهاش جمال يوم في المئة عشان كان انا بقول لحضراتك يا ابتن طارق في بداية الكلام قلت لحضراتك ان انا مش زعلان من الجمهور انتكلم اتكلم بس كمان ليك حدود يعني اتكلم بس في حدود في حتة لا دي بتاعت الادارة انا لازم اضرب تعظيم سلام للادارة لان مش كل الامور لازم الادارة تقولها لي مش كل الامور انا عارفها لكن في امور عند الادارة ما تقدرش تفصح عنها لان دي مصالح فريق ما ينفعش تفصح عنه فبالتالي هي بتتخذ القرار المناسب انا احاسبها امتى انا الادارة نجحة ولا مش نجحة فالادارة نجحة يبقى اكيد شغالة صح فالشعرة ما بين الجماهير والادارة لازم الناس تبقى فاهمة ده يا جماعة افهموا جمهور الزمك عظيم وجميل ومن حقه تكلم حدش قال له ما تتكلمش لكن في شعرة الادارة عندها مآخز وعندها حاجات ما ينفعش تعلنها في حاجات لا تعلم ما تنفعش تمشي في العالم لكن الادارة بتفكر بطريقة مختلفة بتفكر بلا عواطف انا ممكن اكون النادي الفلاني زعلان منه او في مشاكل بين ما بينه بس لازم اتعامل معاه ده موضوع تاني لان في مكسب لي بس انت مش شايفه